الكراهية لما الإنسان بيصل لحالة الكراهية بيعتبر الشخص الآخر لا قيمة له ولما بيصبح الإنسان في حالة الكراهية بيصل لوضع ينبغي قتله ينبغي هدمه هذا الشخص المقابل غير مستحق الحياة يعتبر نفاية هذا الشخص الأمامي يعتبر إرخيص مع أن الرب في الكتاب المقدس يتكلم عن قدسية النفس وأن الرب في الشريعة في العهد القديم أمر أن القاتل يقتل بسبب قدسية هذه النفس ولكن هؤلاء الناس يطلقون العنان لأنفسهم لكي يكرهوا ولكي يبغدوا ولكي يقتلوا الآخرين غير مكترثين وغير مبالين في حياة الآخرين هذا الشخص طبعا يصل إلى وضع أنه فعلا غير قابل للغفران يعني مش عاوز يسامح مش عاوز يبارك عم بيكره كل شيء حوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر